أصدرت إدارة الشرطة العسكرية بياناً ليلة أمس تعلق بمعبر يعون الدادات الإنساني قالت فيه أنها ستعيد فتح المعبر أمام الأشخاص الذين يرغبون بالعودة وكما أسموها بالإجازات باتجاه المناطق المحررة بمعدل 300 شخص يومياً أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بالخروج من المناطق المحررة فالمعبر مغلق أمامهم إلى إشعار آخر كما جاء في البيان أجدير بالذكر أن المعبر أغلق منذ أسابيع مطالبات من قبل الأهالي بوضع تسهيلات من قبل الجهة التي تدير المعبر وهي الشرطة العسكرية بهدف مساعدة الأهالي عشرات العائلات علقت منذ أسابيع عند معبر عون أدادات الإنسانية الواقع في ريف حلب الشرقي بالقرب من مدينة جرابلوس والذي يربط مناطق سيطرة الجيش الوطني من جهة وقسد وسلطة نظام الأسد من جهة أخرى شكرا